بسم الله الرحمن الرحيمة عزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز برنامج أمراض النبات حلقة النهاردة هي حلقة متميزة بنخاطب فيها أعزائنا الطلبة والطالبات نظام الخمس سنوات نظام المدارس السنوية الزراعية المتقدمة لأنه هم بيمروا في الفترة دي بالامتحانات طبعا هم بصدد الامتحانات واحنا بنجري مراجعة هامة لأهم النقاط اللي تم شرحها في الحلقات السابقة وايضا بنحاول ان احنا نشرح باقي مواضيع المنهج احنا خدنا في الحلقات السابقة خدنا مفهوم المرض النباتي وقلت لكم انه علم امراض النبات هو العلم الذي يختص بدراسة النبات المريض في الحقل ومنتجات هذا النبات اثناء النقل والتخزين والتسويق بدرسها من حيث ايه من حيث طبيعة المسبب المرضي والظروف المنلمة لانتشار المرض وايضا كيفية اجراء المكافحة والعلاج ودرسنا مع بعض اعزائي الطلبة والطالبات الاهمية الاقتصادية لأمراض النبات درسناها من حيث الخسائر المباشرة وايضا الخسائر الغير مباشرة وقلت لكم تركزوا عليها جدا لانه دايما بتيجي يقولك اذكر الخسائر المباشرة او الخسائر الغير مباشرة لأمراض النبات وبعد كده اعزائي الطلبة والطلبات درسنا مفهوم المرض النباتي وانه هو كل تغير او تحول او انحراف عن الحالة الطبيعية التي ينمو عليها النبات ويؤدي ذلك الى نقص في المحصول وقسم تلك الامراض عموما الى قسمين رئيسيين اللي هو الامراض الجهازية بنقول عليها الامراض الكيانية وقلنا هي دي التي تصيب او تلك الامراض اللي بتصيب النبات باكمله والمثال اللي عندنا امراض الزبول وايضا امراض الفيروسية والنوع التاني اللي هي امراض الموضعية قلتلكم هي بتصيب موضع واحد من اجزاء النبات والمثال اللي عندنا امراض الاعفان وايضا التبقعات وبعد كده عزائي الطلبة والطالبات بدأنا نتطرق بالدراسة لدراسة الاعراض المرضية وطبعا الاعراض المرضية مهمة جدا لمن يهتم بمجال مكافحة الامراض النباتية لانه من خلال دراسة الاعراض قد اكون بتشخيص المرض النباتي قلتلكم انه الاعراض هي تعبيرات بيظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه وهي ناتجة عن التفاعل بين المسبب المرضي والنبات المصاب واستمتلكم الاعراض المرضية عموما الى اربع اعراض رئيسية التغير في اللون موت الخلايا والانسجة والزبول والتغير في شكل وحجم الاعضاء النباتية وبعد كده عزائي الطلبة والطلبات درسنا العلامات المرضية وقلنا هي تراكيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه وهذه التراكيب قد تكون تراكيب خضرية او تراكيب سمرية وتعتبر الدليل المباشر على وجود المرض درسناها ابتداء من المايسليم او الغزل الفطري وانتهاءا باعضاء الامتصاص التي يرسلها المسبب المرضي الفطري لكي يحصل على غزائه من داخل انسجة النبات العائل بعد كده عزائي الطلبة والطلبات درسنا مع بعض جزئية مهمة جدا اللي هي المسببات المرضية واسمتلكوا المسببات المرضية لقسمين هما المسببات الغير حية والمسببات الحية او الطفيلية والغير طفيلية او المعدية والغير معدية المسببات الحية قلنا بتشمل الفطريات والبكترية والفيتوبلازمة وايضا الطحالب والفيروسات والنباتات الزهرية المتطفلة وأيضا النماتودة والأشانات وقلت لكم الأسئلة دايما بتجي في الجزية دي لإما عرف لإما يجيبها لك في صورة مصطلح علمي وانت تكتب المصطلح العلمي الدالع العبارة وبعد كده خدنا النوع التاني اللي هو المسببات الغير حية قلت لكم دي بتبقى ناجمة عن تعرض النبات لبعض العوامل الجوية الغير ملامة أو حتى الرشب المبادات الحشرية أو مبادات الحشائش أو تخزين النباتات في مخازن غير جيدة التهوية أو حتى زراعة النبات في تربة ذاتة تركيز عالي من الأملاح كل دي بتبقى عوامل غير ملامة لنمو النبات وبالتالي تعرضه لأعراض مرضية بتصاحب هذه العوامل الغير حيثة في ناس بتطلق عليها الأمراض الفيسيولوجية برضو الإجابة تبقى سليمة إن شاء الله بعد كده خدنا جزئية مهمة جدا أعزائي الطلبة والطالبات اللي هي طرق تشخيص المرض النبات إزاي أنا أكون طالب مؤهل لإصدار أحكامي على النبات أنه مصاب بمسبب مرضي حي أو غير حي في البداية وبعد كده أنا لو قلت حي بقى لازم أعرف قد يكون بكتيريا أو فيروس أو طحلب أو نيماتودة أي أن كان المسبب لابد أن أكون على دراية به لأنه التشخيص الناجح يؤدي إلى العلاج الناجح والتشخيص الخاطئ يؤدي إلى العلاج الخاطئ وبالتالي تفاقم مشكلة المسبب المرضي وحدوث خسار اقتصادية غير مباشرة للمزارع واخدنا من وسائل تشخيص المرض النباتي المشاهدة والفحص الظاهري وقلتلكوا دي بتعتمد على خبرة سيادتك على الخبرة الشخصية لمن يقوم بعملية التشخيص بعد كده من طرق التشخيص أيضا استخدام النباتات الكشافة إجراء بعض الاختبارات الكيموية والسيرولوجية وأيضا استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي أو الميكروسكوب الإلكتروني أو الاستشعار عن بعد أو حتى الاعتماد على الاختبارات التكنولوجية الحيوية المعتمدة على الأحماض النووية سواء كان الـ DNA أو الـ RNA وطبعا الجهاز اللي بيستخدم هو نفس الجهاز اللي بيستخدم في تشخيص الإصابة الفيروسية في الإنسان اللي احنا بنقول على الجهاز الـ PCR وبعد كده درسنا مع بعض طرق انتشار المسببات المرضية وليه بندرس بقى طرق انتشار المسببات المرضية علشان لما يجي أعمل عملية مكافحة أننا بتوخي الحذر من الاعتماد على سواء كان آلات ملوثة أو تقاوم ملوثة أو مقاومة الحشرات أو استماد البلد الملوث أو من المخلفات النباتية أو حتى الإنسان والحيوان يبقى طرق الانتشار متعددة منها الرياح منها المياه منها الحشرات منها الإنسان والحيوان والتقاوي وأيضا السماد البلدي وآلات الخدمة ونقل التربة والمخلفات النباتية والطيور وأيضا النماتودة والكراد وبعد كده درسنا مع بعض أعزاء الطلبة والطالبات اللي هي علاقة المسببات المرضية بالبيئة وبنقول على علاقة الأمراض بالبيئة خدناها من حيث علاقة الأمراض بدرجة الحرارة سواء درجة الحرارة الأرضية أو الجوية والرطوبة الأرضية أو الجوية وخواص التربة من حيث درجة الحموضة ونوع التربة سواء كان تربة خفيفة أو تربة سقيلة أو رملية أو صفراء أو حتى من حيث العناصر الغذائية التي تحتوي عليها التربة وبعد كده خدنا علاقة المسببات بالضوء وقلت لكم فيه مسببات بطنشط في وجود الضوء وفيه مسببات بطنشط في الظلام وأيضا بدأنا ندرس مع بعض عزيزي الطلبة والطلبات جزئية مهمة جدا ألا وهي ديناميكية المقاومة في النبات للأمراض النباتية وقلنا أن المقاومة عموما هي صفة طبيعية بتظهر نتيجة للتفاعل بين العوامل الوراثية اللي هي الجينات اللي بتبقى موجودة في الصنف المقاومة وأيضا العوامل البيئية من حرارة ورياح ورطوبة وأمطار وضوء وضغط جو وكل دي عوامل بتأثر على ظهور صفة المقاومة في النبات وقسمت لكم النباتات عموما إلى ثلاث أقسام رئيسية على حسب درجة قابلتها للإصابة قلنا نباتات مقاومة نباتات منيعة ونباتات قابلة للإصابة وبعد كده أسلنا المقاومة في النبات على حسب طبيعة المقاومة قلت لكم أنواع كثيرة جدا وتركزوا على المقاومة التركبية وأيضا المقاومة الكيمو حيوية بعد كده بدأنا ندرس أعزاء طلبة ويطلبات طرق مكافحة الأمراض النباتية خدنا الطرق التشريعية وقلت لكم تركزوا على أهداف الحجر الزراعي مهمة جدا وبتيجي في الامتحان وأيضا طرق الزراعية خدناها ابتداء من الدورة الزراعية وانتهاء بزراعة أصناف مقامة والأسئلة في الجزئية دي كلها بتيجي في صورة علل وأيضا في سؤال واحد بس اللي بيجي في صورة أذكر اللي هو أذكر التدابير والإجراءات الصحية المتبعة للوقاية من الأمراض النباتية وبعد كده بدأنا ندرس البيولوجيكا الكنترول أو المكافحة البيولوجية وقلنا بتعتمد على استخدام الكائنات الحية الدقيقة الممرضة التي تسبب أمراض للمسببات المرضية المختلفة وبالتالي تقلل من انتشارها والحد من أضرارها أو القضاء عليها وقلنا بتتمثل في استخدام بكتيريا التضاد استخدام فطريات التضاد استخدام الفيروس البكتيري البكتيريوفاج استخدام الفطريات في مقاومة النماتودة وأيضا جعل ظروف التربة ملائمة لنمو النبات وغير ملامة لنمو وتقاصر المسببات المرضية بعد كده درسنا المكافحة الكيموية وقلنا بتعتمد على استخدام المركبات الكيموية وقلنا أن المزارع دايما بيلجأ إلى استخدام المبيدات نظرا لسهولة استخدامها وبقاء تأثيرها لفترة طويلة وسرعة تأثيرها يعني هو عايز حاجة فورية احنا طبعا بنرشد استخدام المبيدات بقدر الإمكان لما لها من رزيد والإفكت أو متبقيات بالضور بعناصر الانتاج الزراعي المختلفة بعد كده أسمتلكوا المطهرات عموما إلى قسمين المطهرات السطحية والمطهرات الجهازية أو الكلية وقدتكم أمثلة لأهم المركبات الكيموية التي تستخدم في مجال مكافحة أمراض النبات خدنا مركبات الكابريت، مركبات النحاس، المركبات الجهازية والمركبات الأنتبيوتكس أو بنقول على المضادات الحيوية وأيضا المبيدات التي تستخدم في مجال مكافحة النمات وبعد كده درسنا جزئية مهمة جدا عزنا الطلبة والطلبات لها استحساس المقاومة في النبات للمسببات المرضية أو بنقول عليها المقاومة المستحسة هي دفع النبات لتكوين المركبات المسؤولة عن المقاومة قبل حدوث الإصابة وسرعة رد الفعل للنبات بعد حدوث الإصابة وقسمت لكم المقاومة المستحسة لقسمين مستحسة جهازية وأيضا مستحسة مكتسبة وقدتكم تطبيقات على طرق استحساس المقاومة في النبات وقلنا الأسئلة في الجزئية دايما بتيجي في صورة علل وبعد كده عزنا الطلبة والطلبات بدأنا ندرس الأمراض التي تسببها الفطريات خدنا الأهمية الاقتصادية للفطريات وأسمت لكم الفطريات لخمس أقسام على حسب طريقة التكاثر الجنسي وأيضا أسمناهم لأربع أقسام على حسب طريقة حصولها على الغذاء وأيضا بدأنا ندرس مع بعض الأهمية الاقتصادية للفطريات سواء من حيث المنافع وأيضا الأضرار وأول جزء خدناه أو أول نوع خدناه من الفطريات الهلامية اللي هي مرض ورم الجزر الصولجاني في العائلة الصليبية وبعد كده درسنا الأمراض التي تسببها الفطريات البيضية أخدنا موت البادرات تصمغ الموالح الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم وأيضا أمراض البيض الزغبي درسناها من حيث المسبب أظروف الملامة لانتشار المرض أعراض المرض وطرق الإصابة وأيضا دورة حياة المرض وكيفية إجراء برنامج مكافحة لهذه الأمراض بعد كده أخدنا الأمراض اللي بتسببها الفطريات الزيجية وقلنا عندنا مرضين اتنين اللي هو مرض العفن الطري في السمار الفاكهة وأيضا العفن الجاف في لوز القط وبعد كده درسنا الأمراض اللي بتسببها الفطريات الأسكية خدنا منها العفن الأسود في البصل ومرض أعفن سمار الموالح البنسليومي وأيضا أمراض البيض الدقيقي وبعد كده درسنا مع بعض عزيزة طلبة وطلبات الأمراض اللي بتسببها الفطريات البازي دية خدنا منها أمراض متنوعة وعديدة خدنا أول حاجة في الحلقة السابقة خدنا أمراض التفاحمات وإن شاء الله هنستكمل أمراض التفاحمات في حلقة النهاردة وأيضا هناخد أمراض الأصداء تعالوا بنا عزيزة طلبة وطلبات نستكمل مع بعض الأمراض اللي بتسببها الفطريات البازي دية تعالوا ناخد أول مرض معنا في حلقة النهاردة اللي هو التفاحم الطويل في الزراء الرفيعة دائما وأبدا المسبب فطري بازيدي وطريقة الإصابة زي ما اتفاني إصابة أزهار والظروف الملامة لانتشار هذا المرض هو الجو الدافي الجاف تعالوا بقى نشوف مع بعض الأعراض لو أنا نزلت أرض مزروعة بالزراء الرفيعة وكانت مصابة بالتفاحم الطويل حلاحظ إيه؟ تحول بعض حبوب النورة إلى أكياس جرسومية طويلة مع وجود خيوط من أنسجة العائل تحيط بكل كيس جرسومي اتنين قصر النباتات المصابة وتبكر النورات المصابة في الظهور تعالوا نشوف إزاي نعمل برنامج مكافحة لهذا المرض زراعة تقاوي سليمة مأخوذة من حقول سليمة زراعة أصناف مقاومة بتوصي بها وزارة الزراعة تعالوا نشوف المرض الخطير بقى والمهم وبيصيب الزرا في جمهورية مصر العربية وأيضا يعتبر مسبب مرضي خطير جدا لزراعات الزرا في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو مرض التفاحم العادي في الزرا الشامية طبعا المسبب قولا واحدا فطر بازيدي والظروف الملامة لانتشار المرض الجو الدافي الجاف نوعا طريقة الإصابة إصابة موضعية احنا خدنا خلي بالكوا بقى احنا خدنا تلات طرق للإصابة خدنا إصابة أزهار وقولتلكوا المثال بتاعها عشان دي دايما بتجي في الامتحان أعزاء الطلبة والطلبات إصابة أزهار المثال اللي عندنا التفاحم السائب في القمح وقولنا المسبب فطر بازيدي والعرض المميز لهذا المرض تحول جميع محتويات السنابل لكتل جرسومية سوداء ولا يتبقى من السنبولة إلا محورها يبقى على طول دا التفاحم السائب في القمح وقولنا دا إصابة إصابة أزهار النوع الثاني إصابة موضعية والمثال اللي عندنا التفاحم المغطى في القمح والشعير والنوع الثالث إصابة بادرات والنوع الثالث إصابة موضعية اللي احنا بصدده دلوقتي اللي هو التفاحم العادي في الزرة الشامية بالتفاحم السائب إصابة أزهار إصابة بادرات التفاحم المغطى في القمح والشعير إصابة موضعية اللي هو التفاحم العادي في الزرة الشامية طريقة الإصابة زي ما اتفعنا إصابة موضعية وبتنتقل الإصابة عن طريق الجرسيم الإسبوري دية للفطر الموجودة في الهواء وده بتنتج من إنبات الجرسيم الكلامي دية الموجودة على الأرض أو على مخلفات الزورة الشامية كما أنها تقاوم الظروف البيئية الغير ملأمة تعالوا بقى نستعرض مع بعض الأعراض وجود أورام وأنا وريكه دلوقتي في فيديو تعليمي بيبين لك أعراض الإصابة على نباتات الزورة وجود أورام تفحمية عبارة عن كتل جرسومية سوداء بتوجد على أعضاء النبات المختلفة هذه الكتل الجرسومية عزيزي الطلبة والطالبات بتكون محاطة بغشاء جلدي لونه أبيض المكافحة إزاي بقى أعمل برنامج مكافحة لهذا المرض يكتفى في جمهورية مصر العربية باقتلاع النبات المصاب واعدامه للحد من انتشار المرض أما في الدول الأجنبية فيتم المقامة باستخدام زراعة أصناف مقامة وذلك لعدم نجاح تطهير التقاوي في المقامة لدكتور نظرا لحدوث الإصابة عن طريق الرياح بواسطة أو الجراسيم الإسبرودية التي تحملها الرياح قادي الفيديو زي ما وعدتكم حيبقى لك أعراض الإصابة بمرض التفحم العادي في الزورة الشامية شايفين كتل جرسومية من جراسيم الفطر التيليتية وبتكون محاطة بغلاف جلدي لونه أبيض زي ما انتم شايفين طبعا في حالة المساحات الصغيرة بيكتفى بتقليع الأجزاء المصابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن ويفضل عدم تقدمها علف لحيوانات المزرعة لأنه طبعا العصارة الهاضمة لحيوانات المزرعة لا تستطيع أن تقضي على جراسيم هذا الفطر تعالوا بقى نستعرض مرض خطير جدا أعزان الطلبة والطالبات بيصيب أشجار النخيل في جمهورية مصر العربية اللي هو التفحم الكاذب في النخيل قولا واحدا زي ما قلنا تفحم وأصداء يبقى المسبب فطر بازيدي الظروف الملأمة لانتشار المرض الجو الرطب يعني الرطوبة العالية لذلك هذا المرض بينتشر في محافظات شمال الدلتة وبينتشر المرض عن طريق الحشرات ورياح ممكن يجي لي سؤال علل في الامتحان يقول لك ينتشر مرض التفحم العادي في النخيل أو التفحم الكاذب في النخيل في محافظة مثلا كفر الشيخ أو محافظة الشرقية أو الدهلية أو المنصور أيا كان المحافظة اللي حدها لك أو ممكن يقول لك شمال الدلتة أيا كان عشان ما تقولش أنا ما خدتش بقى الجزئية دي لا أنت خدتها بس السؤال دايما بيجي بصيغة مختلفة فأنت تكون مستعد للإجابة بأي صورة من صور الأسئلة اللي حتيجي لك حتقول له الإجابة باختصار لأنه يلائمه الجو الراطب ودرجة الحرارة المنخفضة تاخد الدرجة كاملة إن شاء الله وتكون طالب متفوق بإذن الله لأن أنت من متابعين شاشتنا المتميزة شاشة التلفزيون المصري وقناة مصر التعليمي تعالوا نشوف مع بعض الأعراض لو أنا نزلت أرض مزروعة بأشجار النخيل وكانت مصابة بالتفحم الكاذب حلاحظ إيه ظهور بقع صفراء صغيرة في البداية على جانبي الخوص وعلى الجريد بتتحول هذه البقع الصفراء إلى بصارات ذات لون أسود بتكون بارزة في سطح الخوصة وبتتكون بأعداد كبيرة وأيضا إصفرار السعف وجفافه وده طبعا مشكلة كبيرة جدا لأنه أنتوا عارفين أن الأوراق عموما سواء كان في النخيل سواء كان في المحاصيل الحولية أيا كان النبات الأخضر الورقة بالنسبة له هي المصنع الأساسي اللي بيتم فيه تصنيع المواد الغذائية الكربوهيدراتية عند قيام النبات بعملية مهمة جدا اللي حلما نقول عليها عملية البناء الضوئي أو التمثيل الضوئي أو حتى بنسميها الفوتو سينسيز وده بتبقى عبارة عن أن الأوراق الخضراء بتنتص الطاقة الضوئية من الشمس وأيضا بتنتص سي أو تو اللي هو سانيوكسيد الكربون والماء الممتص من الجزر بوسطة الاستوانة الوعية بيتم رفع الماء وسانيوكسيد الكربون وضوء الشمس وتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية داخل أنسجة الورقة وداخل مادة الكلوروفيل وبيديني أول منتج جزائي على سطح الأرض اللي هو C6H12O6 اللي هو سكر الديولوكوز أو ما يطلق عليه مجازا بالكربوهايدرات وبيديني أيضا اللوكسوجين وبالتالي عملية البناء الضوئي أنا بسميها هي أصل الحياة على سطح الأرض ولذلك لابد من المحافظة على الأوراق النباتية من مهاجمتها لهذه المسببات المرضية الخطيرة تعالوا بقى نستعرض مع بعض إزاي أجري برنامج مكافحة لهذا المرض زرعة أصناف مقاومة قولا واحدا في أي مرض اكتبها إجابتك إن شاء الله ستبقى سليمة قطع السعف المصاب وإعدامه لكي لا يكون مصدرا للإصابات السنوية رش النخيل بعد هذا القطع ببعض المبيدات الفطرية المناسبة طبقا لإرشادات وزارة الزراعة المصرية تعالوا بقى نستعرض مع بعض أمراض الأصداء إحنا خدنا أمراض التفاحمات هناخد بقى أمراض الأصداء فاكرين لما كنا بنقول لكم في أول حلقة خالص لما كنا بندرس الأعراض المرضية وخدنا منها موت الخلايا والأنسجة خدنا منها البصرات واللفحة والتعفن والتصمغ كل دي كانت أعراض مرضية لموت الخلايا والأنسجة خدنا منها البصرات قلنا هي العرض المميز أو المميز لأمراض الأصداء لأنه دي بتبقى عبارة عن تجمع كسيف من جراسيم الفطر أسفل بشرة النبات وبتكون مرتفعة عن سطح الورقة وبالتالي بتبقى واخد ألوان مختلفة قد تكون صفراء قد تكون حمراء أو برتقالية وفي نهاية الموسم بتتحول دائما إلى اللون الأسود نظرا لتكون جراسيم الفطر التيليتية تعالوا بقى نستعرض فطريات الأصداء مهمة جدا لازم حاجة منها أسئلة في الامتحان ركزوا معايا هتلاقوها سهلة إن شاء الله بالشرح هتلاقوه كل حاجة سهلة لأن مادة أمراض النبات مادة مهمة جدا للمزارع وأيضا للمهندس الزراعي وبتعتمد كليا على الفهم وليس على الحفظ أنت بمثابة دكتور بتعالج النبات الزراعي أو النبات المزروع وبالتالي النبات لا يتكلم لا يعبر عن ما يشكو به من أمراض مثله وفي ذلك مثل الحيوانات أو حتى الأطفال إحنا بنشخص المرض عن طريق إما الرؤية المباشرة للمسبب المرضي بوسائل التشخيص المختلفة اللي أنا قلت لكم عليها أو أن أنا ألجأ لدراسة الأعراض المرضية التي يحدسها المسبب المرضي على النبات وفي قاعدة كده أنا عايزكم تعرفوها عشان تكونوا طلبة شطار وتكونوا مركزين في المادة إذا استطاع المسبب المرضي أن يغزو العائل ويحدث الأثر المرضي له وتظهر على النبات المصاب أعراض الإصابة بسرعة وبوضوح إذن هذا المسبب قد أحدث أثره المرضي وأيضا هذا النبات هو نبات قابل للإصابة والعكس صحيح إذا لم يستطيع المسبب المرضي أن يغزو عائله ولا تظهر على النبات أعراض الإصابة إذن فهذا الصنف هو صنف غير قابل للإصابة بنقول عليه كده إما أن يكون صنف منيع أو صنف مقاوم وذي طبعا نحن بنوصي بزراعة الأصناف المقاومة للمسببات المرضية لأنه دايما قولا واحدا الوقاية خيرا من العلاج تعالوا بقى نستعرض أمراض الأصداء أمراض الأصداء هذه الردبة بيتبعها عدة أجناس بتسبب العديد من الأمراض الخطيرة للكثير من المحاصيل الاقتصادية وخصوصا محاصيل القمح بيطلق عليها أمراض الأصداء وسميت بهذا الاسم نظرا لظهور بعض أطوار الجرثومة على سيقان وأوراق العوائل المختلفة في شكل بصرات ذات لون بيشبه صدق الحديد ويرجع لون الصدق إلى وجود كطرات دهنية داخل هيفات الفطر وأيضا الجراسين الخصاص العامة لفطريات الأصداء جميعها بلا استثناء إجبارية التطفل يعني يا دكتور إجبار التطفل أنت قلتنا مصطلحات كبيرة علينا لا ده إحنا درسناها إجبار التطفل هو كائن حي بيحصل على غزاء من كائن حي فقط ويموت هذا المسبب بموت هذا الكائن ولا يمكن تنمية الفطر إجباري التطفل على بيئة صناعية يبقى قولا واحدا إجبار التطفل بيحصل على غزاءه من كائن حي فقط إجبار الترمم بيحصل على غزاءه من مادة عضوية يعني كائن غير حي اختياري الترمم أو نقولها بالترتيب اختيار التطفل هو في الأساس كائن مترمم وعندما يصادف كائن حي يتغزى عليه اختياري الترمم هو في الأساس كان متطفل وعندما يموت هذا الكائن يستمر في التغذية عليه والمثال اللي عندنا ديتكم مثال مهم جدا قلتلكم مرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطئ يبقى لما يقولك إجبار التطفل يبقى كان حي بيحصل على غذاءه من أنسجة حية فقط سواء كان أنسجة نباتية أو أنسجة حيوانية ولا يمكن تنمية هذه الكائنات على بيئات صناعية غذائية بتنمو في المسافات البينية لأنسجة النبات العائل ونادرا بتوجد داخل هذه الأنسجة بعد كده بترسل ممصات داخل الخلايا لامتصاص الغذاء اللازم للفطر تعالوا بينا بقى نستعرض باقي الخصائص بتتميز بعدم إنتاج سمار بازيدية الجرسومة التليتية بتنبت بتكوين حامل بازيدي مقسم إلى أربع جراسيم بازيدية لو أنتم شايفين معنا في الصورة صورة بتبين لك الحامل البازيدي لو عدنا الجراسيم أدى واحد أدى اثنين أدى ثلاثة أدى أربعة هم دول الجراسيم التليتية التي يحملها الحامل البازيدي تمتاز بظاهرة خطيرة جدا لليها ظاهرة التخصص الفيسيولوجي بمعنى إيه؟ بمعنى أن كل فطر يختص بإصابة أصناف معينة دون غيرها خلي بالك ممكن تجيلك مصطلح علمي أو جيلك عرف الامتحان ما المكسود بظاهرة التخصص الفيسيولوجي في فطريات الأصداء هنقول كل فطر يختص بإصابة أصناف معينة دون غيرها تعالوا نستكمل بقى الخصائص لفطريات الأصداء بتكون بسارات صفراء أو برتقالية أو حمراء في أطوار معينة من دورة الحياة تتميز بظاهرة تباين المايسيليم ودي ظاهرة خطيرة جداً معناها إيه بقى ظاهرة تباين المايسيليم؟ لا يمكن للجراسيم الباكنية لوعاء باكني أن يقوم بإخصاب نفس هيفات الاستخبال لنفس هذا الوعاء يعني تعتبر الخاصية دي بتحفز العبور الجيني أو العبور الوراثي بين وعاء باكني ووعاء باكني آخر وبالتالي بيحدث عندي ما يسمى بسلالات جديدة من فطريات الأصداء وبالتالي لابد من استنباط أصناف مقاومة باستمرار لأمراض الأصداء نظراً لوجود ظاهرة تباين المايسيليم يبقى تباين المايسيليم يديني سلالات جديدة من الفطر المسبب للأصداء وبالتالي أنا لابد أن أكون على استعداد لأيضاً زراعة أصناف جديدة وتكون أصناف مقاومة للسلالات المختلفة والإجابة هنا هو ولذلك بيلزم استنباط أصناف جديدة باستمرار لمقاومة الأصداء لاحتمال ظهور سلالات جديدة نظراً لوجود ظاهرة تباين المايسيليم تباين يعني اكتلاف بين مايسيليم وآخره مايسيليم بيبقى موجب والمايسيليم والخط التاني بيكون سالم وبالتالي بيحدث ما يطلق عليه مجازاً بالتكاثر الجنسي وبالتالي العبور الوراثي بيؤدي إلى ظهور سلالات جديدة من الفطر تباين المايسيليم لابد من ضرورة الاستمرار في استنباط أصناف مقاومة لأمراض الأصداء الخاصية اللي بعد كده بعض الأصداء بتوصف بأنها طويلة الدورة حيث يتكون خلالها خمسة أنواع من الجراسيم هي بالترتيب ولازم ناخدها بالترتيب الجراسيم البكنية والجراسيم الآسيدية أنا بقولها ببطء أو عشان تحفظوهم البكنية الآسيدية اليوريدية والتيليتية والبازدية يبقى خمس أطوار مختلفة من أطوار دورة حياة أمراض الأصداء هي البكني، الطور البكني، الطور الأسيدي، الطور اليوريدي والتيليتي وأيضاً الطور البازيدي البعض منها قد يوصف بأنه قصير الدورة حيث لا تكون خلال دورة حياتها واحداً أو أكثر من أنواع هذه الأطوار السابقة أو الجراسيم السابقة النمرة عشرة دورة حياة مرض صدق الساق الأسود في القمح أنا خدها كمثال للأصداء طويلة الدورة اللي هي بيتكون من خلالها الخمس أطوار البكنية والأسيدية واليوريدية والتيليتية وأيضاً البازدية تعالوا بقى نشوف وصف مختصر لكل طور من هذه الأطوار الخامسة هناخد أول حاجة الطور البكني والجراسيم البكنية زي ما انتم شايفين في الصورة تتكون على السطح العلوي لورقة النبات وبيظهر الطور البكني في صورة وعاء دوراقي الشكل بيطلق عليه اسم الوعاء البكني طيب النوع الثاني اللي هو الطور الأسيدي أو الجراسيم الأسيدية دي بقى بتتكون على السطح السفلي للأوراق وبياخد شكل الفنجان المكلوب وبيكون في الغالب لونه الجراسيم بيكون لونها برتقالية عادة الطور اليوريدي أو الجراسيم اليورودية غالباً بتأخذ ألوان مختلفة قد تكون حمراء أو صفراء أو برتقالية الشكل الطور الروابع اللي معنا اللي هو الطور التليتي وده بيتكون المالسيليام اليوريدي في نهاية الموسم بيكون بصرات تليتية بتنشأ مكان البصرات اليورودية أو في أماكن منفصلة الجرسومة التليتية بتبقى ذاتة نواتين وهي قد تكون وحيدة الخلية وجالسة يعني ليس لها عنق والمثال اللي عندنا صدق الكتان أو قد تكون معنقة والمثال اللي عندنا صدق الفول أو قد تكون معنقة ذاتة خليتين بكل خلية نواتين والمثال اللي عندنا صدق الساق الأسود في القمح أو قد تكون ذاتة خليتين بها العديد من الأنوية والمثال اللي عندنا صدق الورد وبتكون من خمسة إلى تمان خلايا فيه تقسيم آخر اللي هو تقسيم فطريات الأصداء على حسب دورة الحياة عندنا نوعين فيه أصداء بتبقى أحاديت العائل وفيه أصداء بتبقى صنعية العائل الأصداء أحاديت العائل أعزائي طلبة وطلبات مقصود بها باختصار هي الأصداء اللي بتتم دورة حياتها على عائل واحد فقط علشان كده قلنا عنها أحاديت العائل يعني الخمس أطوار اللي احنا قلنا عليه والبكني والأسيدي واليوريدي والتليتي والبازيدي كل دول بيتكونوا على عائل واحد بينما النوع الثاني اللي هو والمثال اللي عندنا أصداء الفول والكتان أعين كان بقى وبينما النوع الثاني اللي هو بتبقى صنعية العائل يعني الأصداء بتتم دورة حياتها على عائلين مختلفين عائل أساسي وعائل بديل العائل البديل ده في الغالب بيكون نوع من أنواع الحشاش النديلية العائل الأساسي في الغالب بيكون أصداء أو نبات القمح بتم الطور البكني والطور الأسيدي على العائل التاني أو العائل البديل والطور اليوريدي والتليتي والبازيدي بيتم على نبات الأساسي أو النبات القمح يبقى أنا دلوقتي فرقتلكو بين الأصداء أحاديت العائل والأصداء سنائية العائل باختصار تعالوا نستعرضهم مع بعض على شاشتنا المتميزة الأصداء أحاديت العائل إذا اكتملت الفطريات المسببة للصدق جميع أطوارها من الطور البكني ونهاية بالطور البازيدي على عائل واحد بيطلق عليها أصداء أحاديت العائل والمثال اللي عندي صدق الفول والكتان والفاصولية وعباد الشمس والورد وغيرها من النباتات التي تصاب بالأصداء أحاديت العائل النوع الثاني اللي هي أصداء سنائية العائل وفي بعض الأحيان بتتم هذه الأطوار على عائلين مختلفين وبتسمى بالأصداء سنائية العائل والمثال اللي عندي مرض صدق الساق الأسود في القمح ده مرض خطير جدا في جمهورية مصر العربية وبيكون أطواره البكنية والأسدية على عائل غير اقتصادي في الغالب بيكون نبات حشاش اللي هو نبات البريبري ثم بيكمل أطواره اليورودية والتيليتية على عائل آخر اقتصادي هو نبات القمح التخصص الفيسيولوجي في فطريات الأصداء بيقصد بظاهرة التخصص الفيسيولوجي للأصداء أن كل فطر من فطريات الأصداء بيختص بتكوين سلالات عديدة متشابهة مورفولوجيا يعني ظاهريا ومختلفة فيسيولوجيا يعني مختلفة في الوظيفة وهذه تسمى بالسلالات الفيسيولوجية ولدى بعض هذه السلالات القدرة على إصابة صنف أو مجموعة أصناف معينة من عائل معين كالقمح ولكنها تعجز عن إصابة باقي أصناف هذا العائل يبقى المقصود بالتخصص الفيسيولوجي أنه هناك سلالات من الفطر لها القدرة على إصابة أصناف معينة من عائل معين دون أن تكون لها القدرة على إصابة باقي الأصناف لهذا النبات يعني أنا عندي أنواع وأصناف مختلفة من القمح جيزة 144 جيزة 169 سخة 61 سخة 69 أي أن كان السدس أي أن كان الصنف اللي عندي بتبقى عندي أصناف دائما وأبدا بننتجها علشان نواكب هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة التخصص الفيسيولوجي في فطريات الأصداء تعالوا نشوف مع بعض بيلزم أيضا استنباط أصناف جديدة مقاومة للصداء نظرا لاحتمال ظهور سلالات جديدة زي ما قلت لكم نظرا لوجود ظاهرة تباين المايسيليم في فطريات الأصداء وحدوث تهجين بين السلالات الفيسيولوجية المختلفة تعالوا بقى ناخد مرض خطير جدا اللي هو صداء الساق الأسود في القمح قولا واحدا المسبب فطري بازيدي والظروف الملامة لانتشار هذا المرض الجو الدافي ورطوبة العالية وهو من الفطريات زي ما اتفقنا سنائية العائل إذ يمضي دورة حياته على عائلين مختلفين الطورة البكني والطورة الأسيدي بيتم على أو بيتكون على نبات البريباري أما الطورين اليوريدي والتليتي فيتكونان على نبات القمح أنا بقى حابب أديكم بقى سؤال مهم جدا كده بيجي بين السطور ودايما طلبنا المتفوقين واللي متابعين لشاشتنا شاشة التلفزيون المصري هم اللي حيكون عندهم القدرة ودونوا معايا أي سؤال أنا بقوله لكم لأنه دايما بتبقى سئلة موضع امتحان يقول لك إيه على الرغم علل على الرغم من عدم وجود نبات البريباري في جمهورية مصر العربية إلا أن نبات القمح يصاب بمرض صدق الساق الأسود في القمح على الرغم أنه النبات ده مش موجود اللي هو العالي التاني وبالتالي العالي التاني مش موجود أريد مفروض الإصابة ما تكونش موجودة ولكن الإصابة محصول القمح في جمهورية مصر العربية بيكون النبات عرضة نبات القمح عرضة للإصابة بهذا المرض ليه بقى؟ هتقوله لأنه ينتقل جراسيم الفطر عن طريق الرياح أو تحمل عن طريق الرياح سواء كانت من المناطق الشاملية زي لبنان وسوريا أو المناطق الجنوبية زي أسيوبيا والحبشة وأيضا السودان يبقى طالما جراسيم الفطر بتنتقل عن طريق الرياح إذن النبات بيكمل دورة حياته ويسبب أعراض الإصابة بمرض صدق الساق الأسود في القمح تعالوا نشوف مع بعض مصادر العدوى ركزوا بقى في مصادر العدوى ممكن تجيلك أذكر مصادر العدوى بمرض صدق الساق الأسود في جمهورية مصر العربية أول مصدر عندي جراسيم الفطر اليوريدية التي تتكون على بعض الحشاش الناجلية القابلة للإصابة اثنين جراسيم الفطر اليوريدية التي تحملها الرياح من بلاد أخرى ذات جو أدفأ من مصر زي كينيا والحبشة وأيضا السودان والمصدر الثالث والأخير اللي هو بواسطة الجراسيم اليوريدية التي تنقلها أرياح من المناطق الشمالية مثل سوريا ولبنان والعراق وشمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط الأعراض لو أنا نزلت أرض مصابة بهذا المرض ركزوا بقى في اللي أنا بقوله بقع مستطيلة حط مليون خط تحت مستطيلة صفراء باهتة في مكان الإصابة على أعضاء النبات وتكسر على أغماد الأوراق الغمد يا أولاد اللي هو المنطقة أو قاعدة الورقة اللي بتكون ملتفة حول ساق النبات ده المقصود بكلمة الغمد عشان ما تقولوش المصالحات غريبة علينا احنا بنبسط المعلومة بقدر الإمكان وبكل السبل علشان طلابنا الأعزاء يكونوا فاهمين قبل ما يكونوا حافظين وبالتالي الطالب الفاهم دائما وأبدا بيكون عنده المهارة على التعامل مع المسببات المرضية وكيفية رسم برنامج المكافحة لهذه المسببات المرضية يبقى عرفنا عن إيه غمد الأوراق وأيضا بيعقب ظهور البصارات الصغيرة بلون بني أو بني محمر وده بيكون عبارة عن الجراسيم اليوردية جبلبوع بتكون مستطيلة ركزه عشان هناخد مقارنة بين أصداء القمح السلاسة في نهاية الموسم ده بقى اكتبها في التلات أمراض إن شاء الله إجابتك حتكون سليم لأنه متشابهة جدا في نهاية الموسم عندما ترتفع درجة حرارة الجو ويزداد النبات فيه النطج بيتحول لون البصارات اليوردية إلى اللون الأسود نظرا لو قالك عل نظرا لتكون جراسيم الفطر التلاتية وتكون البصارات التلاتية دي طبعا صورة بتبينني الأطوار المختلفة الطور الأحمر ده بيكون الطور اليوردي وأخذ رقم واحد الطور الأسود ده بيكون الطور التلاتي ورقم ثلاثة ده جرسومة يوردية ورقم أربعة ده بتبقى الجرسومة تلاتية لمرض صدق الساق الأسود في القمح لاحظوا أنها مكونة من خليتين وبعنقة وبكل خلية بيكون موجود نواتين مختلفتين هذه برض صورة نادرة للطور البكني على يمين الشاشة والطور الأسيدي بيكون على إصار الشاشة للسطحين العلوي والسفلي على التوالي لأوراق نبات البريدار طبعا ده العائل التاني خلي بالكم من أكمل أو اختر العائل التاني لصدق الساق الأسود في القمح هو نبات البريداري العائل التاني للصدق الأصفر في القمح غير معروف العائل التاني لمرض الصدق البرتقالي في القمح أو نقول عليه الصدق الأوراق دي طبعا بيبقى نبات اسمه السلكترام يبقى صدق الساق الأسود نبات البريداري الصدق الأصفر غير معروف الصدق البرتقالي نبات السلكترام تعالوا نشوف إزاي أرسم برنامج مكافحة أو أجري برنامج مكافحة لهذا المرض طبعا المرض ده خطير جدا هو الصدق الأصفر في جمهورية مصر العربية الصدق البرتقالي إخواننا المزارعين أكيد متابعيننا عبر شاشة التلفزيون المصري لأننا نحن نديلك المعلومة جاهزة إزاي تعمل برنامج مكافحة لهذا المرض ولكن لابد من التشخيص السليم علشان نعمل المكافحة السليمة يبقى التشخيص الصحيح بيؤدي إلى علاج آمن وسليم وبالتالي بوفر التكاليف المقاومة أول حاجة زراعة أصناف مقامة بتتميز بالسبات لفترة طويلة تحت ظروف الحقل الزراعة في المعادل موصى به من قبل وزارة الزراعة لعناب عمليات الخدمة الحارط والعزيق والتصحيف والرأي والتسميد كل ده طبعا بتؤدي إلى إنتاج محصول قوي وبالتالي بيكون أكثر مكاومة للمسبب المرضي استخدام تقاوي من مصادر موسوق بها اللي هي محطات التقاوي المنتشرة في جمهورية مصر العربية استخدام المبيدات الآمنة والموصى بها من قبل وزارة الزراعة وذلك في الحالات الوبائية فقط طب ليها دكتور؟ لأننا ما استخدمش المبيدات باستمرار لأنه طبعا أنتم عارفين أن المبيدات بيبقى لها ريزيدي والإفكت أو بنقول عليه أثر متبقي على حبوب القمح وخصوصا إلى أطفال طبعا إحنا أهم حاجة عندنا أنه نحافظ على الصروة البشرية اللي عندنا وبالتالي أنا كل ما أقلل متبقي المبيد على النبات المعامل وعلى حتى سمار الفكة أو سمار الخضر وبالتالي أنا بقلل من التعرض للتسمم التدريجي خلي بالكم من الكلمة التسمم التدريجي يعني أنا بتسمم بس بالبطيء لأنه الكبد أو الكولة هي من الأجهزة الداخلية اللي بتكون أكثر عرضة للتسمم بالمبيدات لأن هي أصلا من الأجزاء المخزنة للسموم أو مخزن السموم وبالتالي هي لها سعة معينة عندما تمتلق يحدث ما يسمى بالفشل الكولوي أو الفشل الكبدي وبالتالي أنا بتعرض لتقليل في الصروة البشرية اللي عندي وإحنا بنعالج هنا من الجزور أنا بنتج غزاء آمن ومياه غير ملوسة وهواء نظيف وبالتالي أنا بحافظ على عناصر النظام البيئي في صورة مستدامة وبعمل عملية ترشيد لاستهلاك المبيدات الضرر طبعا الحالات الوبائية فقط هي اللي بينصح فيها باستخدام المبيدات بهدف الحد من انتشار وتطور الإصابة لتقليل مستوى الفاقد إلى أقل مستوى ممكن طيب تعالوا بينا ناخد المرض الثاني اللي هو الصدق الأصفر أو بنقول على المخطط خلي بالكو ممكن يقولك في الامتحان الصدق المخطط برضو تبقى عارف انه ده الصدق الأصفر على طول انتوا بقى طلبة شطار المسبب فيطر بازيدي ظروف الملامة لانتشار المرض حرارة منخفضة أو المعتادلة وهي الرطوبة العالية والعاقل الثاني زي ما قلتلكه غير معروف ترتيب بقى ظهور الإصابة بأمراض الأصداء خلي بالكو بقى لو أنا نزلت أرض وهي النبات يدوب في طور البادرة ما ينفعش أقول انه عندي صدق الساق الأسود ولا ينفع أقول عندي الصدق البرتقالي لا هي بتبدأ كده الصدق الأصفر كل ما ينمو النبات يصب اللي بعده الصدق البرتقالي وبعد كده آخر مرحلة اللي هي في طور اللي هو نطج المحصول اللي هو الصدق الساق الأسود في القمح تعالوا نشوف الترتيب الصدق الأصفر بيظهر في بداية المسم زي ما قلتلكه ثم البرتقالي ثم صدق الساق الأسود في القمح الأعراض لو أنا نزلت أرض مصابة هلحظت وجود بصارات يوريدية بيضية خلي بالكوا في الصدق الساق الأسود كانت مستطيلة هنا بيضية وفي الصدق البرتقالي البصارات مستديرة يبقى في الصدق الأسود مستطيلة في الصدق الأوراق الصدق المخطط أو الصدق الأصفر بتبقى بيضية وفي الصدق البرتقالي بتبقى مستديرة الشكل خلي بالكم انصحه غلط وجود بصرات يوريدية بيضية لونها أصفر موزعة في صفوف أو في خطوط طولية متوازية بين عروق الأوراق خلي بالكم من كلمة متوازية علشان كده أطلقنا عليه الصدق المخطط في نهاية الموسم قولا واحدا زي ما نعودتكم تتكون البراسرات التليتية ذات اللون الأسعود وتظهر بنفس ترتيب البصرات اليوريدية ولكنها بتظل مغطاة بطبقة البشرة فتكتسب المظهر الأسود اللامع وتتميز الجرسومة التليتية لهذا الصدق بقمتها المشتوفة هذه صورة بتبين لك الطور اليوريدي اللي هو بيكون أصفر اللون ثم الطور التليتي اللي هو أسود اللون ثم الجرسيم اليوريدية والجرسومة التليتية لاحظت معايا اللي هي رقم 6 القمة المشتوفة للجرسومة التليتية تعالوا نستعرض مع بعض كيفية إجراء برنامج مكافحة قولا واحدا زراعة أصناف مقامة والصنف المفضل اللي هو سخة 61 التبكير في الزراعة يمكن مقامة هذا المرض برش النباتات فور وزور الإصابة ده مرض خطير جدا أعزاء الطلبات بيصيب محصول القمح في الحقل بالمبدات الجهازية أو المركبات النحاسية التي توصي بها وزارة الزراعة المصرية ودي فيديو بيبين لنا عراض الإصابة بأمراض الأصداء وأيضا التفاحمات لأنه فيديو مشترك شايفين لما بتظهر اللون الأصفر على اليد نتيجة فرق الأوراق باليد ده طبعا ده مؤشر أو انديكيتور على الإصابة بمرض الصداء الأصفر في القمح وأنا زي ما قلتلكم ده مرض خطير جدا بيصيب النبات القمح في جمهورية مصر العربية طبعا في حالة الإصابة المنخفضة طبعا ده سنبولة مصابة انتوا قولوا بقى مصابة بإيه ها انتوا قولوا هو باينة معاكم في الصورة ده مصابة بمرض التفاحم السائب في القمح حد يقول يا دكتور ينفع الإصابة بالمراضين طبعا ده أمراض التفاحمات ودي أمراض أصداء عادي جدا ممكن يصاب المحصول بالعديد من المساببات المرضية امتى في حالة ان المزارع يكون غير معتني بعمليات الخدمة او يكون مفرط في استخدام الأسميدة الأزوتية او استخدام مقررات عالية من الرأي او حتى انه يتعرض للإصابة بالحشرات شايفين ادي سنبولة مصابة بالتفاحم الساب في القمح طبعا طريقة الإزالة هنا طريقة تعتبر خاطئة نسبيا لابد من وضع السنبولة في قيس ورقي ثم قطعها والتخلص منها بالحرق أو بالدفن وطبعا تعارفين ان الصدق الأصفر بينتشر في حالة توفر الظروف البيئية الملامة لانتشار المرض من رطوبة عالية وايضا درجات حرارة معتادلة او منخفضة طبعا احنا بننصح اخواننا المزارعين من توخي الحذر لانه الصدق الأصفر اعزاء طلبة ويطالبات خطير جدا على محصول القمح وهو يؤدي الى حدوث خسائر فادحة للمحصول طبعا زي ما انتوا شايفين هنا بيقوم بالتخلص من الاجزاء المصابة من الاوراق وايضا السنابل المصابة بالتفاحم طبعا دي بتبقى شايفين اللون الاصفر زي ما انتوا شايفين اهو على ايده طبعا ده دليل على الاصابة بهذا المرض ولكن ده طبعا شايفين الاصابة هنا مرتفعة جدا في حالة هذا النبات طبعا بيفضل التخلص من هذه الاوراق في المساحات الصغيرة ولكن في المساحات الكبيرة يفضل اجراء ارغش العلاج تعالوا بقى ناخد اخر مرض معنا اللي هو الصدق البرتقالي او المخطط او بقولوا عليه صدق الاوراق في القمح المسبب فطر بازيدي والظروف الملامة لانتشار المرض بيلائم هذا المرض رطوبة مرتفعة ودرجات الحرارة المعتدلة حوالي 18 ل20 درجة موية والعائل الثاني زي ما قلتلكه نبات السلكترام الاعراض بتظهر البصارات اليورودية بدون نظام على الاوراق الصفلية للنبات اولا ثم بتنتقل الى الاوراق العليا وبيكون لون البصارات برتقالي وبتكون مستديرة زي ما قلتلكه وبعد بتكون محاطة ايضا بهالة باهدة اللون احيانا في نهاية الموسم بتتكون البصارات التليتية السوداء اللون المستدير ومكان البصارات اليورودية ودي طبعا صورة بتبين لك اعراض الاصابة بالصدق البرتقالي والجراسيم التليتية طبعا بتكون ايضا محدبة الشكل او النهاية بتاعت الجرسومة التليتية اللي هي رقم 5 دي بيكون شكلها محدب او مشتوفة من ضمن الاعراض ايضا زي ما قلتلكه في نهاية الموسم بتتحول الى اللون الاسود هناخد المكافحة اخر حاجة معنا في الحلقة زراعة اصناف مقاومة وايضا التبكير في الزراعة ومقاومة المرض بالمبادات الجهازية والمبادات النحاسية لو انتوا حابين تعرفوا اعزاء الطلبة والطالبات الامراض الاصداء وحادية العائل والمقارنة بين امراض القمح السلاسة سواء صدق الساق الاسود او الصدق البرتقالي او الصدق الاصفر يبقى لازم تنتظرون في الحلقة المقبلة ان شاء الله احنا في حالة النهاردة خدنا امراض التفاحمات التفاحم الكاذب في النخيل والتفاحم العادي في الزراع الشامية وايضا خدنا امراض الاصداء وخدنا الخصاص العامة لامراض الاصداء وايضا خدنا مرض صدق الساق الاسود في القمح والصدق الاصفر والصدق البتقالي من حيث المسبب والظروف الملامة لانتشار المرض وعراض الاصابة وكيفية رسم برنامج مكافحة لهذه الامراض الخطيرة بكده عزاء الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته